يشعر المنتخب الألماني لكرة القدم بأن وضعه هشر بعض الشيء فيما يخوض نهائيات كأس أوروبا للعام 2012 فنادي بايرن ميونيخ خسر المباراة النهائية في دور أبطال أوروبا وثمانية لاعبين من هذا النادي على الأقل هم في المنتخب الوطني وإثر تلك المباراة أصيب لاعب خط الوسط باستيان شفاينشتايجر بردة في ساقه في سنة شهدت إصابات متعددة لا أعتقد أن أي منهم بحاجة إلى مساعدة خاصة فكبار اللاعبين من أمثال شفاينشتايجر ولامهم بحاجة من دون شك إلى أن يندمجوا مجددا في الفريق لكن هذه المسألة لن تستغرق وقتا طويلا وأنا على ثقة بأنهم سيستعدون قريبا مكانتهم على رأس المنتخب قد يستمد المنتخب ثقته من لاعب خط الوسط المهاجم من صوت أوزيل الذي هو بطل في نظر المعجبين بنادي ريال مدريد ففي الواقع اعتبرت ألمانيا من المنتخبات الأوفري حظا للفوز بالكأس قبل أن يتزعزع موقفها إثر النتائج السيئة الأخيرة أعجز عن النظري في عيون اللاعبين فالخسارة كانت صعبة والأيام السابقة أحبطت عزيمتي لكنني أؤكد لكم أن التزام اللاعبين لا يزال كبيرا تدرك ألمانيا أنه ينبغي عليها بذل قصار جهدها منذ البداية في مواجهة ما يعرف بمجموعة الموت التي تتنافس في إطارها مع البرتغال والدنمارك وهولندا نريد الفوز بالكأس ونحن نتمتع بالصفات التي تخولنا الحصول عليها المسألة تتوقف على المباراة الأولى ضد البرتغال لم يحرز المنتخب الألماني أي فوز منذ زمن بعيد ويعود فوزه الأخير بكأس أوروبا إلى العام 1996 ومع مرور السنين تزداد الضغوطات لتحقيق هذا الإنجاز